يخزيهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الغزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عنيم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسن في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فعصابهم سيئات ما عملوا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبددنا من دونه من شيء من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بأثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنبوا الطاغون فمنهم من هدى الله ومنهم من حقس عليهم ضلالا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة المكذبين إن تحرس على هداهم فإن الله لا يهدي من يدل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختنفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إنيهم إلا رجالا نوحي إنيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تغلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأوا ذلاله عن اليمين والشمائن عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يعمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإن يجفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واضيا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضرو فإليه تجعرون ثم إذا كشف الضرو عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم جالله لتسألن عن ما كنتم تفترون ويجعلون لله البينات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالعون ثا ظل وجهه مسدد وهو كذين يتوارى من القوم من سوء ما بشر ربه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الزوء والله المثل الععلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم لما ترك عليها من دابة عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتسف أنسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرضون صلى الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أمالهم فهو وليهم اليوم اليوم وليهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلقوا فيه وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن نحالصا سائغ لبنا خالصا سائغ لشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يقنون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَذْرْدَالِ الْعُمُرُ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعَدْ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَنِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعَدَكُمْ عَلَى بَعْدٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُدِّنُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ لِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَبِ نِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقْكُمْ وَرَزَقْكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهِ عَلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو يوفق منه سروا وجهرا هَلْ يَسْتَوُونَ الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا وجلين أحدهما أبككم لا يقدر على شيء وهو بل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَالَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ أَلَا تَعْلَمُونَ شَيْءًا وَاجْعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ لَعِلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاةِ ما يُلْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والله اجعل لكم من بيوتكم سكنا واجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أسوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله اجعل لكم مما خلق ذلالا واجعل لكم من الجبال من الجبال أكنانا واجعل لكم سرابيل تقيكم الحروة وصرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتموا نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليكم البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم يوكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاؤهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله أعزناهم عذابا فوق العذاب عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون صدق الله العظيم